ده قصة حزينة قليمة عن فرار لاعب اسمه أحمد فؤاد بخدودة أحمد فؤاد بخدودة اللي قدام حضراتكم ده اللي حقيقة وفته الهروبة وهو في معسكره قرر انه هو يهرب طبعا ده مش أول حالة ولا التانية ولا العشرة ولا أخيرة قطع كبير جدا زالي كانوا بيهربوا كده من كان يعني أيام الحكم الشمولي في بعض الدول كانت لقى اللي عيبة بتهرب منها الدوليين كده لما يروح حتى ولما الدولة تضطر تطلع فريق برا بتطلع معاه حراسة عشان اللي عيبة ما تهربش أو الله عارفين القصص دي طيب لعيبة كتير مصريين هربوا من معسكراتهم بسبب المعاملة الحقيرة والرواتب والمكافآت المدنية جاية من التدني يا ابن احنا لسه مزودين العسكر والجيش والشرطة والمخابرات والبرلمان نجيب لكم منين بقى فما فيش أي حاجة يا ابن كويس انك بتمسك فانيلة مصر ده كفاية ان شاء الله هعملها ثلاث بضات وسندويتش فول فمدورين اللي انت عارف العسكر مدورين الرياضة والأععاب الأولمبي زي مصر كل حاج كل حاج كل حاج مدورينها يشار ان المصارع احمد فؤاد بخدودة من بين لعاب مشروع المواهب الوطني والبطل الأولمبي بوزارة الشباب والرياضة لا يعتبر بخدودة اول لعب يفر من اتحاد المصارعة لكن كان هناك الكثير قبله واخرهم محمد عصام اللي هرب في اغسطس اللي فات اثناء معسكر منتخب في ايطاليا ومنهم محمد حسن بوشا وطرق عبد السلام وغيرهم وغيرهم طيب طبيعي الإعلام المجرم يقعد ويبدأ يناقش جذور المشكلة لما يبقى واحد ممكن نقول ان هو خاين لما لما تكرر مشكلة كده يبقى فيه جذور لازم نحل الموضوع من جذور ونشوف ايه المشكلة اللي تخلي الناس دي كلها بتاع رب من مصر زي ما حلينا كده الحمد والله الحمد والله اقول الحمد والله مشكلة الدكاترة اللي بيراموا من مصر حليها مشكلة لو بقى يتمصل الحمد والله لا تعاني نقص من القادر الطبية او العلماء او الحاجات دي حلينا مشكلة لهم الحمد والله اكيد بقى بندرس نحل مشكلة الرياضيين او الاعلام المجرم يحث البلاد والمسؤولين على ذلك لا الاعلام المجرم اللي مركوب مراحش للمشكلة اصلا لا قالك ده هرب عشان فيزا الشينجن يقص عليك يا احمد يا بغدودة بقى مصر رخيصة كده ايه ايه رخيصة كده تأشيرت شينجن وجواز السفر اسباب هروب اهم لاعب منتخب المصرعة اخي انا بتجري في دمه اخي انا بتجري في دمه لمحقير ومأجور عملوا حملة على الواد من غير ما يتكلموا عن مشكلته غير ما حد يتساءل حد يرفع ليسا معها ومشي ليه بطل دولة في افريقيا وحصل على ثمن ميداليات في افريقيا باسم مصر مشي ليه ايه السبب خايل حضرتك طب نناقشه ليه نقشه خسران مصر يغور عندنا زيه كتير خسران ويغور هو اللي خسران احمد بغدودة سفر على فرنسا في نفس يوم اختفاءه وهو الخسر مصر يا ابني كبيرة اوي يا ابدي اوي 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 بايه بعسكرها وايه تاني لا مفيش تاني هو عسكرها وبس ولا يعني لما ييجي واحد كل تتشر واحد يقولك وشرطتها حتى اضاها اللي بيزبط لهم التزبيت ويهندس لهم الهناديز ما بيحدش بيذكره معا انه عن تلك واساس خراب تلك البلاد لا ننقص من قدر اي حد منهم شيئا لكن ما حدش بيبتكنه بلد دي عزيزة بجيشها وشرطتها واي حاجة تاني يتعود اي حاجة تيجي في الشعب يتعود اي مدني مش مدني بغدودة ده مدني خلال انما لو كان واحد زي مثلا احمد شفيق نيجيبه مكتب في الطيارة ده عسكري ممكن يعمل لنا مدني وبطل وتامن مدليات يغليه يشربه مصر غنية عنه يا جماعة حد يسأل هو الخسران ايه هو ساب النعين ساب الجنة الموعود يا جماعة ده كان رجبه الفين جنيه جاب لمصر تامن مدليات ورجبه ما يعملش فطار في المطعم بتاع هبة شلبي اسمها ايه البيت اللي بتاعت المطعم دي اسمها ايه اللي ايه البيت المضحرج بيت المضحرج دي البيت بسمة وهبة بسمة وهبة مرتب احمد بغدودة ما يجيبش والد احمد فوقت بغدودة خد مكافأة ستاشر اجل في جنيه استقطعه منها اربعتاشر الف درايب حق مصر هتاكله مصر يعني ايه يعني لما مصر تاخد اربعتاشر وبغدودة ياخد الفين الوقت كان بيفطر على حس الستاشر يا باشا ده ابو بيحكي لهم يعني على حس الستاشر الف قاله بر نفسي وافطر في مطعم الاسياد بتاع بسمة وهبة الالفين جنيه اللي فضله ماكملوش الفطر انا وصحابي ام هرب هرب خسر بغدودة الخمسين دولار اللي بياخدها راتب ده خيل خسر الخمسين دولار شايروح فرنسا يحترف هناك وياخد خمسين الف دولار وخسر بطاقة التموين قول لي بغدودة ده لما يرجع بطاقة التموين ايه اللي بغدودة خسر بطاقة التموين خسر الالفين جنيه خسر الوطن ومصر بتكسب لما بتكتشف الخونة امثال بغدودة اللي خنوها ودوها بدارها بس كتره قوي هنعمل ايه شرادين يا حسوا بالنعيم اللي هم عايشين فيه زودت المرتبات يا عباس زودت مرتبات الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات والبتاع يغور بغدودة واللي زي مصر في غنى عن الناس دي كلها انا مخطوط في الفئة الاولى احمد مخطوط في الفئة التانية الفئة الاولى بتقبط كامي عبل لطيف الفئة الاولى اه من الاتحاد بس اه ثمان تلاف جنيه قبل الضرائب بالفيتامينات وكل حاجة بالفيتامينات قبل الدرائب ده الفئة الاولى بغدودة فئة تانية ده ده زهرة الزهرة الوقت اللي بتكلم ده طب نبصله نبصله ليه طب انت بتبصل للعساكر والعريب وانا مش مش متدايق بس الشعب يعني يشعر يعني المميز نقوله انت مميز مش بياخد الفانيلا ولا منطلعوا فانيلاة السودان ايوا حضرك هيكل الفانيلا ويعيش من الفانيلا ويجوز في الفانيلا ويربعياله جوه الفانيلا ويدخلهم جوه الفانيلا بدل ما يدخلهم المدرسة ويركبهم الفانيلا بدل ما يركبهم الباص والفيتامينات ده ايه جوه الفانيلا الفانيلا دي هتشيل ايه ولا ايه ما شوية على مصر وشوية علي يا ابني ورانا مصاريف متلتلة يا ابني يا عم هم اللي زي باخدودة دول يعني قليلين قوي لو احنا تبنينا الناس القليلين قوي دول مش بتاع ده كاترة اللي بيهربوا دول تعديل المصاري الأطباء وبتاعها ما يجيش مرتبات كتيبة ما يجيش قصر من أسول انتصار من اللي غيرتها قسما بنلاق قصة هايفة هايفة والله العظيم هايفة أنا مش هادر أقول أصحابها النهاردة فناس من اللي حوالين السي سي يعني أو كانوا حوالين السي سي فكانوا الستة بلسانها تقول احنا ما بقيناش من كتر التلاجات اللي كانت بتبعتها لنا يعني من كتر التلاجات اللي عندهم خلاص يعني مش عارفة تبعت لنا التلاجات هي نفسها بقى عندها أربع تلاجات والمخزن اتمنى بقت بتكره أكتر ما يجي لها تلاجات من الانتصار تافي حاجة تافها والله العظيم بس قسم بالله صحيحة زي ما أنا بشوفك كده بقتش عارفة تود التلاجات فين يعني هم قريب منه الأقدر وضعتهم في هذا المشهد لسبب من ما ما أقدرش أحكي تفاصيله النهار ده هيأتي يوم هم هيحكوا بنفسيه وبقى فتكر تلك القصة وهجيب لكم اللي حكيتها تحكيها بنفسيه فالمهم بتلك ليس كل ما أنا عارفه ويقال لكن بزعو منه كل ما يقال هو ما وقر في يقننا انه الحقيقة فأنا بس بوريك على باندي يعني طب يعني أي حاجة يعني بطل دولي 8 ميداليات يا جماعة 8 ميداليات يا فجر بيلعب باسمه مصر وعشرات البطولات كمينش 2003 وبالفيتامينز يعني يا أولادي الكلب مش تجايبينه الفيتامينز كمان هو عشان يبقى لعب مصارع الفيتامينز ده جزء أساسي من حياته اللي هي أكتر من مرتبه يعني حياته بالفيتامينز 50 دولار قولي بالله عليك أي عيشة هستحمل شهر عشان مصر شهرين وسنة وسنتين وأنا شايف الناس بتغرق بالفلوس وشايف الحاجات بتطلع والأبطال بيجرى لهم إيه أنا آسف والعساكر بيجرى لهم إيه كل الاحترام والعريف وأمين الشرطة وأنا العريبة دي بتبقى محتياج لدعم شديد جدا عشان حتى الغزة ومين بيحكم اتحاد المصارع عادة الشلبي عسكري يا أبا زي ما بيقيه بيحكم كل حاجة في مصر يبقى بخدودة خايا هرب ساب 50 دولار في الشهر وبطاق التموين خايا ويمكن كان مستارك في حياة كريمة وسب ستة كريمة استعال اللي واقع سام نوار رئيس التعاد المصارع بالسفارة المصرية في تونس للبحث عن اللعب الهارب أحمد فؤاد بخدودة الذي ترك المعسكر فجر اليوم بدون إذن وهارب خارج الفندق وتحرك اللي واقع سام نوار سريعا عقب اكتشاف الواقعة وتم إبلاغ الشرطة التونسية حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ويحرم الخروج من مطار تونس لأي دولة أخرى ونقطده مكبلا بالسلاسل ليلعب باسم مصر مش ده اللي ناقص مش ده السطر المحزوف من البتاع دي لو نجح اللوى بزراميتي البزراميتي إن هو يلحق هو سلطات تونس ألباسلة بقيادة قصة عيد يلحقه بخدودة كان هيجبوه مكبل عشان يلعب باسم مصر ويرفع اسمها في كل مكان ويغني هو وولاده تحيا مصر عليكم اللعنة جميعا عسكر وطلع له دم لاسمه الشعب وفكل ده طبيعي فشل وخيانة وتدمير وهروب كل حاجة حلوة قال لك مكافأة 18 ألف جنيل حمد لله 400 دولار بس خدنا منهم 16 ألف جنيل حمد لله أسخرة وقلة أدب وانحطاط تساؤل كيف بقي بخدودة كل هذا الوقت أو الله بخدودة اللي بيصفوه بالخائن ما كانش قادر يوفر لأهله أقل مقاومات الحياة وبوه بمنتهى الشرف بمنتهى الشرف جزمته فوق دماغي والله العظيم شغال سوا توك توك أنا راجل فقير على قدي لا عرف حد في فرنسا ولا عرف حد في أي حتة تانية أنا بقولك أنا راجل عندي توك توك شغال لأكل عيشي بس وده حاجة تشرفك وتشرفنا شغال سوا توك توك لا عرف في فرنسا لا عرف حاجة ما كانش الألفين جنيه ما كانش بيعني ما بيكملوش معاي ساعد أهله فقرر أخيراً بعد ما جاب لمصر ثمن ميداليات ومصر بتقوله استحمل عشان مصر في حين أنه عرف حضرتك لو كلنا بنستحمل لو بغدودة وأمثاله لو بغدودة وأمثاله لقوا السيسي بيستحمل وانتصار بتستحمل والسجنرات بيستحمله وبيركبوا عربيات زي بتاع الرئيس الغلابة اللي جبته لكم في أمريكا الجنوبية وبيبيع طيارتهم زي الرئيس الفلان اللي قال لك مقدر شركة بالطيارة دي وشعب فقير وغلبان لو شافوا الشعب والبرلمان بيشد على بطنه والجيش بيشد على بطنه ما كانش هيبقى حد ليه يا عزر لما بغدودة يجي يهرب نقول له بص يا خين انت خنتنا وساعتها تبقى الخيانة حقيقية لان احنا كلنا في هذا الهم سواء انما بغدودة وأهله واللي زيه واللي زيهم لما يشوفوكم غرقانين في النعيم وفي السرقة والنهب وفي المحش والبط والفلل والقصور والسيارات والمية والأفيا والعساعات الرادو وعايشين وهو ترميله ألفين جنيه ما يبقاش خاين لازم تشوف كل يوم مشاهد هروب رياضيين وهروب أطباء سنتين التلاتة بس هيرب أكتر من اتناشر ألف دكتور في مصر كلهم خوانة اتناشر ألف دكتور هيربو فضل الدكتور محمد الباس هيرب الاتناشر ألف فضل الدكتور محمد الباس تدمير غير طبيعي يحدث للبلاد والناس دي يقول ما توصل لأوروبا تجنيس ويلعبوا باسم دول أخرى مش بيزة شنجن شنجن إيه أبو شنجن شنجن إيه أبو شنجن وأضفع أضو المصرعة الرومانية حول الإجراء الذي سيتخذوا الاتحاد مع اللاعب عرفنا من الخارجية أن اللاعب سفر إلى فرنسا وهو معا فيزة اتحاد أوروبي عشان كان مشارك في بطولة في أسبانيا من عدة أيام وبلغنا الاتحاد الدولي بعمل إيقاف لللاعب على السيستم وللأسف فيه في حتة فيه في حتة التجنيس حاليا بيوافق الاتحاد الدولي إن اللاعب بيلعب لدولة تانية من جلال تصريح عمل أو إقامة أو تصريح دراسة وبعد كده بيسمح للولد يلعب في الدولة اللي هو فيها وبيدي بلده الأصل حق رعاية مبلغ بسيط حتى حتى الآن عفوا حتى الآن عفوا لم نعثر على بخدودة وفشلت كل تواصل معه عبر كل السبل ولا يرد على الرسائل عبر الماسينجر خص عليه دي علامة هجران كبيرة اللي ما يردش على رسائل الماسينجر دي وبخدودة هو الخسران زي ما قال سيادتي الليوي بخدودة هو الخسران بعد منحان نوابره وجاب لنا 8 ميداليات ولم يلقى لا التقدير المادي ولا المعنوي شاف العسكر بتدخن وتسمن شاف البلد بتتنهب وتتنحل وبخدودة اخرته 2000 جنيه 8 مرات 8 مرات بطولة افريقيا ماش جديدة علينا لو بياخد المبلغ القليل ده استاذ فؤاد بيصرف منين المصالح عام انا بصرف عليه انا اللي بصرف عليه يا فلدي انا اللي بصرف عليه وبحوش من اكل وشرب وقود عيالي عشان نصرف عليه عشان نطلع بطن لمصر والاخر يتلع عليه هارب وهي مصر ايه مصر العسكر غير انها تاكل عيالها